أهلا بكم مجددا دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن نقد هناك من يقول أن الناس لا تختلف إلا على عظيم بمعنى أنه أي كلام يكتب أو يقال عنك معك أو ضدك هو في الأخير لصالحك كيف ترى هذه الفكرة؟ هذه طبعا بلا شك فكرة على حد بعيد صحيحة دكتور يعني الناس خاصة إذا قلنا الناس يعني الناس الكبار ربما الذين لهم اعتبار وحيثيات معينة يختلفون على رجل بلا شك هذا الرجل لابد أن يكون مميزا لن يكون إنسانا عاديا تماما لأن الناس الكبار لهم كأن تتناول إنسانا عاديا أو لا شأن له لماذا يشتغلون به يعني؟ سواء حطموه أو نصروه في نهاية المطاف هو لا وزن له ولذلك الضرف الميت حرام الضرف الميت حرام العرب تقول هكذا مثل عند الإنجليز كان يستجد به كثيرا أنه لا يجوز دبح المذبوح يقول فالذي لا يكون له قيمة لن يتعرض له أحد لكن الذي يستشعر الناس ربما حيثياته وأهميته خطورته بشكل أو بآخر يتصدون له سواء كانوا معه أو كانوا ضده هذا في نهاية المطاف سيخدم قضيته بحيث يصبح شخصية أكثر تأثيرا وأوسع تأثيرا فالغرب هذا الذي ندركه نحن ربما برضو في شرقنا فالغرب هناك يا دكتور إذا شخصية عامة مضى عليها بضعة أشهر لم تتناول في الصحافة أو في التلفزيون من المعروف أن بعضهم يدفع نقودا لبعض الصحفيين نعم نعم معروف وحتى يعني في بعض إخوان المصريين فعلوا هذا واعترفوا بهذا لأن أذكر أسماء يعني شخصيات فكري معينة يدفعون نقودا لبعض الناس يقول له أخري واختب مثلا مقالة عني تسبني أو تتهمني أخلاقيا أو علميا بأي طريقة المهم سب سب وقذ لأن هذا يعوده إلى الصدارة أو إلى المشهد فكما قلت لك هذا الكلام في نهاية المطاف هو صحيح طيب هل تؤيد الرد على من يخالفك أو من ينتقدك؟ دكتور الردون الآن بالذات في عصر النت وفي عصر علماء كثيرون جدا جدا إذا أردت أن تشتغل بأن ترد على كل ما الرد عليك لن تتقدم خطوة واحدة أنت ستبقى عالقا في موضوع واحد أنت تطرح موضوعا طبعا يرد عليك مئة واحد أو أكثر من مئة ويترد ويرده عليك إذن ستنتهي حياتك وأنت عالق في موضوع واحد ربما يعني لا يكون ذا خطر كبير لكن أنت صدى لرد عليك يعني رجل أو مرأة من أهل العلم ومن أهل أدب والإنصاف بعض الناس طبعا يتكلم من نوع من العجرفة يقول لك أنا سأرد على الدكتور أحمد مثلا سأتصدق عليه سأتنازل وأرد عليه لا 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 مثلا هذا لا ترد عليه أنت كأنك أيضا لم تسمعه ولم تقرأ له لأن هذا منذ البداية وضح أنه غير منصف نحن نتكلم الآن حتى بمنطق ديني كمان مش منطق برطوفكري عامي وأدبي ومنطق ديني شيخ رسالة بن تهمية كان يقول من النقص من أعظم النقص أن تقرأ قولا أو تقع على قول لأحدهم ويمكنك أن تحمله على محمل أو تفسره أو تعتذر له وأنت لا تفعل أنت تكون ظالم وتكون ناقصا فكيف لو كان منذ البداية النية واضحة وجهيرة أنه يريده أن يحقب من شأنك مثلا أو أن يستخف بك أو يتعالى عليك أبو المعاي الجوين في الكافية في الجدل بس كلمة سريعة أبو المعاي رحمة الله علي ذكر ضمن أداب المتناظرين وأداب المترادين فقه الردود أنه لا ينبغي للمناظر والراد أن يناظر المبتدئ كما يناظر المنتهي أو يناظر المنتهي أو نظيره اللي في نفس الطبقة كما يناظر مبتدئا يعني يعمل كأنه تلميذ عنده وبيد أمتحنك في ألباء لا أشكد هذا ليس من أدب أو أن يناظر أساتيذه كأنهم أكفاء ونضراء له بل ينزل كل أحد منزلته ويعامله برتبته فالمناظر عندها أداب يا دكتور إذن النقد حسب المنزلة حسب المنزلة وحسب الشروط